السلام عليكم صباح الخير مساء النور صلوا لنبي محمد عليها افضل الصلاة والسلام سعيدة جدا اخواتي بلقيكم مجددا ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في اتم صحة والعافية باذن الله طبعا نصفتنا اليوم كيكا وش من كيكا من نوع اخر مع جميع الاسرار بجتنجح معكم من اول تجربة طبعا هالكيكا هذي مختلفة جدا على جميع الكيكات اللي استعملت معكم في القناة كتجي بنينة بزاف خفيفة ريشة اقتصادية طبعا ممكن تستعملها للضيوف لأفرحكم ومناسباتكم ركا تحمر الوجه بالناء ولا ارواح تبع الفيديو الاخير باش تستفيدوا اكتر ولكن تقول مرة تشوفوني انا زين بازكري على قناة الوصفات لديدها بيفود بصح فضل المنصة امرك الى اشتركوا فيديو دعموا باللايك او الاعجاب فيديو وليشتركوا في القناة مع تفعز الجرس هكذا باش توصلوا بجميع الوصفات اللي سهلة وبسيطة وسريعة ان شاء الله ما نطولش عليكم اخواتي نخليكم مع تركات تحضير فرجة ممتعة ونبدو بسم الله على بركة الله بالنسبة لهنا اول حاجة في واحد انبول نضيف ربعات الحبات من البيض اللي تكونوا بدرجة حرط الانطبخ نضيف كأس من السكر الخاشن اي سكاسانيدة بمقاس كأس العنبة عندي صاشي من فانيلا حبيبات انا هاد العلبة عندي صغيرة فستعملت اتنين انتم تستعملوا حبة واحدة بانيلا فانا اخواتي بالطراب اليدوي نضيف الخريط بتاعنا جيدا 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 انسى بطريقة باش تخلط الخريط بتاعكم كي يخرج لكم في حالة خدمتوه في الخلاط كتزول البول بتاعكم بها الطريقة هادي كنت خدمه بكل سهولة بدون ما يوجع لكم الايد بتاعكم حتى يضيف لنا سكر تماما هنا مباشرة كنضيف كأس الا ربع من الزيت طبعا الكيكا كنخدمها معكم كأس العنبة الكأس اللي يوزنت به السكر في الاول هو اللي ننزن به كلكا كاملة ان شاء الله فهنا كنخدم الخالط بتاعنا جيدا حتى يتقلينا بهذيك الزيت مباشرة كنضيف كأس من الحليب اللي بدورتها وبدورتها وبدورتها لانطبخ وكنخدم الخالط بتاعنا جيدا هناك كنخدمهم زيان حتى كتنسى جملينا المكونات كلها جيدا مع بادياتها فهنا اخواتي بعد مخدمنا السوائل كلهم جيدا مع بادياتهم كنحتاجوا الغربال اول ما نخلق كنضيف اثنين كؤوس الاولى من الدقيق الرطب متعدد الاستعمالات من الاحسن تكون النوع الممتازة باش كنتحصلوا على كيكا رائعة فكفيما كتشوفوا مع اي اخوتي دائما كنعطيها لكم قاعدة اي كأس بديدتو به الكيك بتاعكم سكر سواء صغير او كبير هو اللي كنتكملو به الكيكا كاملة هنا كنضيف اثنين ساشي من بيكينبودر اي خمال الحلويات اللي بوزن سبعة جرام سبعة جرام لمجموعة 14 جرام فهنا مباشرة بنفس الطريقة بالطراب اليدوي كنخدم الدقيق جيدا حتى كندخله جيدا في السوائل من الاحسن نضيفو الدقيق بالتدرج بنضيفوش كل شي مرة واحدة باش كيتخدم لكم الخالط وميبقوش فيها الحبيبات ديال الدقيق فهنا مباشرة كنضيف الكأس الاخير يعني هاد السوائل تاخد معكم ثلاث كؤوس من الدقيق الرطب متعدد الاستعمالات كيفما قلت لكم انا استعملت نوعية جيدة باش كيتشرب لكم سرعا اخواتي هنا كنخدم الخلط بتاعنا جيدا جيدا حتى كنت تحصلو على واحد القوام يعني تقيل شوية ما يكونش خفيف كيف كتشوفوا معي اخواتي كترسمو رقم ثمانية او كتديرو اي خطوط القوام تبقى لانك في حل غيمة من الاحسن تخدموه من الاول جيدا كنت تحصلو عليها با هاد القوام عدا اخر حاجة كنضيفها ملعقة كبيرة من الخل او ممكن تعودوها لما نتوفرش عندكم بالليمون او الحامض هاكده باش كتتتعلينا الخل مع الخميرة اللي حلوة كتعطينا واحد القوام رائع فهنا اخواتي كنخدموه جيدا كيف كتشوفوه هنا ناخد واحد كمية ديال الخالد نحاول ناخده واحد الربع فقط نحطه في واحد زلافة انبول جنبا وكنضيف له ملعقة كبيرة من الكاكاو من الاحسن تكون نوعية ممتازة باش كتعطينا مضاق جميل جدا فحل الشوكولاتة صافي انا كنخدموه جيدا الى شفتوا القوام بتاعكم نشوف ليكم ركد تضيفو ملعقة وملعقتين كبيرة من الحليب فهنا ملعقة كبيرة عفوا ممسوحة يعني خلطتها جاني القوام ووعدك بالنسبة الاخواتي القلب ديالك كنوجدوه هو الاول انا مصورتوش معكم مبغيش نطول معكم فيديو كتوجدوه هو الاول كتدهنوه وكترشولوه الدقيق وتدخلوه المجمد انا نقول لكم علاش حتى كتصيبو الخليط وكتتجبدوه من المجمد عفوا فانا اخواتي مباشرة كنصب الخليط كنضيف اي واحد الربع الكميه وعاد كنضيف الكميه التانية لتبقت لي ديال الشوكولاتة بالنسبة الهاد الكيكه هدي ماشي كيكه روخاميه هاد الكيكه انا كنت شفتها في واحد كوفي شوب كيدير فيها هاد الكيكه هدي وعجبني الشكل بتاعه الشوكولاتة غير من التحت فقط كتعطي واحد شكل جميل للكيكه سافي اخواتي كنضيفها كده على شكل طوري ومباشرة كنصب الخليط كامل لتبقى ليه كطبقة ثالثة كنحاول نغطيها كاملة بهات الشكلة ده اذا حبيتوا تستعملوا الروخاميه انا عملها معاكم في القناة بطريقة سهلة بسيطة جدا كيفما قلت لكم المروخاميه كنضيفوه ثلاث طباقات من الشوكولاتة ومن البيضاء هنا كنجيب واحد الكوغدو او العود وكنحاول ندخل شوية كده من الفوق وكنرجعه وكنخبطه على سطح العمل واحد اشخبطات بيدي ما كتخرج منها فوقاعات ومباشرة كندخلها الفورن كيكون سخن قبل على درجة 150 كنفتح عليها من التحت فقط كنخليها المدة 15 دقيقة ما نفتحوش عليها الفورن باش ما تنهبطش معكم الكيكه او كتفش صافي كنخليها المدة 40 دقيقة كطيب وخمسة دقائق يعني 45 دقيقة كتاخد من الفوق ومن تحت 5 دقائق لتبقات فتحت عليها من الفوق اعطتنا هاد لون الذهبي اللي جميل جدا فهنا اخواتي كنخليها كتبرد تماما حد كنخرجها من القلب بالنسبة للقلب اعلش دخلتوه مجميد بني كتضيفوه للدقيق الدقيق بني كتقلبو الكيكه مكتفكش مرصومه معكم كيبقاليكم هكذاك ابيض اعطي احد العيوب يعني مشي زوينة فهدي فاي كيك ممكن تستعملها مشاء الله ركت طلع ولا اروع فكيف ما كتشف معاي اخواتي كيكه ناجحة مئة في مئة نحطها جانبا ونجدو نحضره القاناش بتاعنا نغطيبه الكيكه فانا عندي اخواتي شوكولاتة من نوعية ممتازة شوكولاتة بالحليب غير هي شوية عالية كتكون عالية شوية من الكاكاو ممكن تستعمل الشوكولاتة بالحليب العادية او يكون الكاكاو عالي شوية على الحليب فهنا ضفت لها نصف كأس من الحليب اللي تيكون مغلي جدا يعني صخون بزاف وكنحطوه شوية بدمة كيدوبلينة هات الشوكولاتة وكننخلط بالملعقة حتى كالدوبلينة تماما كانت تحصلوه على قاناش ديال الشوكولاتة يعني اخواتي النوعية ممتازة كتعطينا ديال المعادة جميلة جدا بدون اضافات بدون اي حاجة وهنا كنضيف لها واحد الكمية ديال الكاكاو او الفول السوداني اللي تيكون محمر في الفرن من زوع القشر مرمش وكنضيفه ليه كارا طبعا اكيد القديم معروفة ديال فلورشي كنتحصلوه على كيكا رائع كنخلطه جيدا وكنخليه حتى كيبرد تماما حتى كيبرد يعني حتى يخرج منه هاتك الحرارة ديال الحليب اللي يسخل فهنا اخواتي طريقة مبسطة جدا كناخد القلب ديال الكيك اللي استعملت فيها الكيكا نفسها وكنضيف فوق منه واحد شبكة هكدا وكنحط الكيكا على شكل ديال على القلب بتاع الكيك يعني بالطول بتاعه هكدا بشكل منك نجيو نغلفوها يعني كينزل هاتك شي كامل في قلب بدون ضياع كتحتاجوه مرة اخرى في اي حاجة كتكيصلح ان شاء الله فكف ما كتشوفوا معي اخواتي بمخلط القاوم ديال القرناش يبرد وكيتقال اكتر كل مخلطه يبرد كيتقال هكدا بش كيتشد في الكيكا وكيتماسك معه فكف ما كتشوفوا اخواتي كنخوي مباشرة وكنحاول نغطي الجوانب ديال الكيك وهكدا كنخلي واحد هكا تبرد جيدا طريقة ديال هزان من تحت شبكا فرا كتضيفوا اي سباطيلا اي سكين بهاتش كلادة وكتزوها بكل سهولة بهاتطريقة هذي يعني ما يحتاجش اكيد فكتزوها مباشرة اول ما تغلفوها هزو وحطوها في الصحم بهاتطريقة هذي وبالنسبة اللي كيشيت لكم ارا كتخبيوه اذا احتجيتو مرة اخرى لتغليف الحلويات لاي حاجة بيدون ما يدعم معكم فهنا اخواتين حتى في المبرد تبرد معنا جيدا من الاحسن هالكيكا دي تخليوها تبرد ليلة كامنة على الاقل ستة ساعات انها ما خليتاش بردت ستة ساعات يعني اول ليلة كامنة يعني مين ببعشرة دقائق باش نصلي معكم الفيديو تشوفوا معي من الداخل باش قطعتها ما شاء الله يعني كتقطعو هي خفيفة ريشة ما شاء الله هو الاروع ريحتها يا سلام اه كتهبل وكانت تحصلوا عليها بها تشكلها كيف ما كتشوفوا دي الخط دي الشوكولاتة الاسود كيف قلنا من تحت دي ال الابيض كيعطيه واحد تشكل جميل وفي نفس الوقت ما داق ولا اروع صدقوني هاد المزيج اللي خدمت معكم في هاد الكيكا هادي كتجي خاطيره بزاف بنينا بزاف بزاف انا معاليا لا نقل لكم جربوها وانتو ما تكتشفون ما داقها بتاعها ان شاء الله خليكم في امان الله اخواتي لفيديو قادم باذن الله سلام